حالة من الهلع والرعب عاشها سبحت اليوم الأربع سكان مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي إثرى انهيار أجزاء لشقق بالطبق الأرضي لعمارة تقع هنا بحي السبعين مسكن تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية دارت عين البيضاء صبحت اليوم على الساعة السادية سبعة أربعون دقيقة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية والوحدة الثانوية في كيرينو بالريش لأجل انفجار شقة بعمارة بالمكان المسمى حيث بعين ساكن طريق خنشلة عين البيضاء أسفر هذا الانفجار عن 19 ضحية لهم إصابات مختلفة من بينهم سبع أطفال الانفجار تجهل أسبابه إلى حد إعداد هذا التقرير والذي تسبب في سقوط جدران البنايات الثلاث ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بينهم أطفال بجروح متفاوتة وصدمات نفسية تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء فيما تم نقل شخص واحد إلى مستشفى قسانطينة نتيجة تعرضه لحروق من الدرجة الثانية استقبالت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى صالح زرداني 13 ضحية نتيجة تعرضهم لحادث انفجار الغاز هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصالح المعنية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وقوع حادث الانفجار الذي ولحسن الحظ لم يخلف أي خسائر بشرية تدقى